الله بالصف السادس، اليوم رح يكون عندنا الدرس الثاني من الوحدة الجديدة تحت عنوان المدرج التكراري هلا المدرج التكراري بيعتمد على فهمك للحصة السابقة له كيفية تمثيل البيانات أول إيش لازم نعرف شوه المدرج التكراري لاحظ هلا بيحكوا إنه بس يشوفوا الطلاب هذا الشكل بيحكي بطلنا نستخدم الجدول لا الجدول لساعده مستمر منكمل عليه ومنستخدمه من خلاله ومنرسم المدرج التكراري المدرج التكراري هو عبارة عن أعمدة متلاسقة لها نفس العرض يعني أنا لما أرسم المدرج كل عمود يكون متلاسق مع الثاني هاي أول عمود نفرض هذا العمود الأول العمود الثاني رح يكون متلاسق فيه له نفس العرض يعني هاي المسافة قد هاي المسافة هلا يكون محصور بين محورين محور أفقي يمثل الفئات هاي المحور الأفقي هاي الفئات هذا محور هذا محور أفقي بمثل عليه الفئات وعندنا المحور الثاني هو عبارة عن محور رأسي يمثل التكرارات إذن اليوم رح نرسم مدرجات بتمثل هاي البيانات من خلال محورين محور يمثل التكرارات ومحور يمثل الفئات هلا تحكوا لي كيف؟ هلا السؤال الأول في الكتاب والمثال رقم واحد صفحة 96 معطيك أنه فيه 30 طالب تم رصد أوزانهم يعني لو جبنا طلاب الصف السادس ورصدنا أوزانهم طبعا مستحيل أن يكون عندنا وزن من 10 إلى 14 30 طالب مختلفين للأعمار هلا فئات الأوزان عندنا من 10 إلى 14 كيلو كانت خمس تكرارات يعني خمس طلاب وزنهم بهذا الوزن عندنا من 15 إلى 19 كيلو عندنا 10 ومن 20 إلى 24 كيلو عندنا 8 و25 إلى 29 عندنا 5 ومن 30 إلى 34 بتخيل هذا الوزن مناسب للأطفال الصغار هلا أول خطوة بنعملها نحسب طول الفئة يعني بنرجع للدرس السابق نحسب طول الفئة إذن شو أول خطوة؟ حساب طول الفئة هلا بتحكولي ليش طول الفئة؟ لأن طول الفئة بتساعدني على معرفة العرض يعني العرض ثابت رح يكون عندنا هلا كيف بنحسب طول الفئة؟ الحد الأعلى ناقص الحد الأدنى زائد 1 طلعت فئة إذن أنا المسافة العرض عندي خمسة 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 ملاحظة هلا إحنا لازم ما بنبلش من عند الصفر ولا بننهي بآخر رقم موجود هون من أول خطوة بنعملها إنه الرقم هات من نقص منه طول الفئة إذن نقص طول الفئة وهون بنزيد طول الفئة يعني طول الفئة خمسة أربعة وثلاثين زائد خمسة تسعة وثلاثين ونص هلا لنعرف كيف بنرسم؟ شو أول قراءة عندنا؟ من عشرة كيلو لأربعة عشر كيلو هلا واحد بحكي طب أنا إذا طلع معي تسعة ونص وين أحطه؟ بدنا نعتبره بهاي الفئة واحد حكى طلع معي سبعة عشر ونص وين بدي أحطه؟ بدي أحطه هاي الفئة فعشان هيك عشان نرسم الأعمدة رح نصير النقص نص لاحظتوا؟ العشرة صارت تسعة ونص لأربعة عشر ونص إذن هون ناقص نص زائد نص ولا كأنك عملت إشي أنت من أول قراءة صارت بدل عشرة نقصت نص ناقص نص وزائد نص بأخذ تسعة ونص لأربعة عشر ونص بحطه هون بس قبل ما أثبت التسعة ونص من أخذ قبلها ناقص طول الفئة صارت عندنا خمس ونص وزائد على آخر قراءة طول الفئة هلأ ليش؟ حشان ما تطلع الأعمدة المتلاسقة مع المحور الرأسي هلأ الخطوة الثانية عندنا من العشرين شي بتصير أسري الخمسة ونص بتصير أربعة عشر ونص تسعة عشر ونص العشرين بتصير تسعة عشر ونص أربعة وعشرين ونص الخمسة وعشرين بتصير أربعة وعشرين ونص تسعة وعشرين ونص الثلاثين بتصير عنا 29.5 34.5 وآخر الرقم أنا من وين جبته بتضيف للأربعة وثلاثين زائد طول الفئة ليه؟ عشان أترك فراغ من هون مساوي لهذا الفراغ رح أتركه من هون طيب إذن إحنا عملنا جدول الثاني صار عنا جدول يمثل على شكل هايو طلعوا الكتاب إذن هون صار عنا 9.5 14.5 14.5 19.5 19.5 24.5 24.5 29.5 29.5 34.5 إذن هذا الجدول من وين أخدته؟ من الجدول هاي الموجود عنا في الأعلى نقصت نص وزدت نص هذا شو منسميه فئات الأوزان الفعلي إذن الجدول اللي رح نشتغل فيه ورح نرسمه هو جدول ثابت عنا هلا من أخذ هذا الجدول اللي هو جدول الفئات الأوزان الفعلية ومن ثبته الفئات على المحور الأفقي على هذا المحور ثبتنا هلا كيف نرسم باجي بحكي 9.5 و 14.5 لوين كان ارتفاعهم لعند الخمسة بطلع خط من عند التسعة ونص صار ومد خط عند الخمسة هلا الـ 14.5 و 19.5 لوين كان بدايته لعند العشرة هلا شوف كيف نكمل هاي المصطرة هلا الـ 19.5 هايو اللي هو ثمانية بوصل لعند الثمانية عمود وبوسوي خط هيك وهون عندنا الخط الثاني هاد كامله هيك هيك نرفعه هل الخط الثالث رح تسوي 24.5 هيك كمان خط لعند الثمانية هاي المصطرة احسن هيا ومنحط هذا العمود الثالث طيب التسعة وعشرين ونص عندنا للخمسة بنرجع للخمسة كمان وره هاي الخمسة هاي الخمسة واخر قراءة عندنا اثنين هاي الاثنين لاحظ انت بتكون ارقامك مرتبة هلا ما بزوط معنا نعمل اثنين اربعة ستة ثمانية لانه في عنا قراءات مختلفة في عنا فردي وفي عنا زوجي انا مضطرة اني ادرج المدرج واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة طيب عندي اخر قراءة اثنين لي بيجي عندي على السطر الثاني هيك وبسكره هيك بكون انرسمت جدول مشابه للجدول الموجود عندنا في الكتاب طلع هذا الجدول اللي احنا رسمنا وهذا جدول الكتاب هذا جدول لنا احنا بالرسم وهذا جدول الكتاب عرفنا كيف نرسم يا سادس هلا رح يكون معنا واجب واحد سؤال واحد صفحة سبعة وتسعين بس سؤال واحد هلا اللي ما عرف يترك اللي ما عرف يترك لانه الدرس بده تكرار عشان تفهمه اذا نعمل من الفئات فئات فعلية بنقص نص بصير واحد ونص وزيد نص بصير اربعة ونص وبكمل التكرارات ما بتأثر عليك ماشي يا سادس اذا واجد سؤال واحد صفحة سبعة وتسعين فقط اليوم فقط لهذا الدرس يا دي قرار